حالة الأهلي ليلة نهاردة بالتأكيد هنتابع فيها آخر المستجدات المتعلقة باستعدادات فريق النادي الأهلي لأولى المباريات في دور المجموعات دور الستة عشر في دوري أبطال إفريقيا مباراة أمام النجمة الساحلي التونسي على ملعب برادس إن شاء الله مساء يوم الجمعة القادم مباراة مهمة جداً الحديث فيها ومهمة جداً كمان بالنسبة للفريق انطلاقة جديدة في بطولة الكل بالتأكيد بيسعى للفز بها بعد ابتعاد آخر ست سنوات عن منصات التتويج بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا لكن هذا الاستعداد وهذه البطولة جاية في توقيت غايتهم في الأهمية لأن بالطبع بالأمس مبارح فريق النادي الأهلي حقق انتصار كبير جداً على فريق نادي اللالجونة بأربعة أهداف مقابل لشيء وهذا الانتصار انتصار فني وانتصار معنوي وانتصار اندال بيدل على أشياء كثيرة جداً ممكن نتكلم عليها ونعمل حلقات عليها بالنسبة لمرحلة الجاية لأن دايماً في قواعد في قرة القدم الكل ممكن يتكلم عليها من سنوات طويلة لكن خلال الفترة الأخيرة مع رينيف فيلر وجهازه المعاون هناك بعض الاستثناءات على هذه القواعد تقصرت بشكل كبير لأن قرة القدم كانت فيها مفاهيم كثيرة جداً كانت بتتكلم عنها المحللين ونجوم القورة كانوا بيتكلموا عنها كتير لكن بالأمس اللي احنا شفناه وفي داية الموسم الاستثناءات اللي بالنسبة لكل هذه القواعد مع رينيف فيلر وجهازه المعاون انقصرت منذ أن تولى المسئولية في اتنين من شهر ستمبر قبل الماضي وبالتالي هنتكلم على مباراة الجونة والانتصار الرابع على التوالي والمسيرة الرائعة لفريق النادي الآلي في الدور الممتاز السنة الفريق البطل لا يتوقف وعشان كده لا وقت للراحة الفريق سافر النهاردة الصبح مباشرة إلى تونس استعداداً لمواجهة النجم الساحلي طبعاً كلنا عارفين مجموعة الاهل في البطرول الافريقية مع الهلال السوداني وبلاتينيوم الزنبابوي وأيضاً النجم الساحلي التونسي